موسيقى العلوم الحياتية أو الأحياء كما اعتدنا على تسميتها هي مادة امتحان اليوم للفرع العلمي الذي قدمه طلاب الثانوية العامة والذين استغرقوا أكثر من ثلاث ساعات لحل أسئلته يعني متوسط أفضل من التجريب بس أنه في لفض وران مش زي التجريب أسئلة مباشرة يعني صعب هو بس جاءبنا عليه كله إن شاء الله صعب طويل وصعب وأسئلته فيها لفض وران يعني أجل أصعب من التجريب بس أنه الحمد لله كانت الأسئلة مباشرة أسئلة في وحدة الوراثة كانت بدها شوي التفكير الصعب الصراحة صعب وطويل كثير وأجل في أسئلة معقدة بالنسبة للطلاب المتوسطين يعني بتيجي السهبة وبيقدروش حلوها الفرع الأدبي اجتاز اليوم امتحانه لمادة الجغرافيا والتي تنوعت الآراء حولها بين الطلاب الحمد لله كانت كتير سهل وصح الأسئلة طويلة بس ما بدأ كتابة كتير وضع دائرة والخريطة يعني يعني أسألنا تجيبي بكتير الحمد لله زبطنا إن شاء الله جمعنا امتحانات زيها اليوم كان لنا امتحان جغرافيا والحمد لله كان سهل بس الأسئلة كانت طويلة ويعني كانت بحاجة لأنه كتير كتابة الامتحان كان سعب وطويل والخريطة كتير صعبونا فيها بالنسبة لي الامتحان كان سهل بس الخريطة شوي ضربونا فيها يعني جمالا الامتحان منيح بس للي دارس يعني وبالذات الخريطة اللي مش دارسها مش راح يزبط وكمان بدأ أحكي عهو العربي جلسة تانية ضربونا فيها يعني الأوائل طلعوا يبكوا كمان وعيتوا من الجلسة الأجواء الحادة والوجوه المكفهرة لم تكن موجودة عند طلاب الفرع المهني الذين تقدموا الامتحان التدبير والاستقبال الخاص بفرعهم امتحان تدبير واستقبال هو تخصص للمهني الفرع الفندقي منيح كتير سهل أسهل من باقي الفرع التانية ثاني بعد إذنك ثاني واحدة بس خلصت يلا صورنا بس لشانا أحكي رابوي أني طلعت على التلفزيون هاي فيديو صور اتفضلي قدمنا تدبير واستقبال اليوم تعفي الامتحان للي درس يعني وإن شاء الله خير لتلفزيون القدس كنانا عيسى رحم الله أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com ادخلوا الآن إلى mail.alqds.com email القدس الإيميل العربي الجديد